أولا تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتوقيع علي ثانيا الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ثالثا الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليها رابعا تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في مملكة هولندا في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة والتوقيع علي خامسا تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند والتوقيع علي سادسا الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف في مجال منع الفساد ومكافحته سابعا الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشأة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه او على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشاري اليه وتفويض معالي وزير تجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتجارة الخارجية او من ينيبه باستكمال التفاوض على الاحكام الاضافية للاتفاقية ثامنا قيام معالي رئيس امن الدولة او من يريبه باستكمال التباحث مع الجانب المجاري في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين رئاسة امن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الارهاب في المجر في مجال مكافحة جرائم الارهاب وتمويله والتوقيع عليه تاسعا تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي او من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال اعمال البنوك المركزية والتوقيع عليه عاشرا الموافقة على الترخيص لبنك ابو ظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة حادي عشر تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقا لتنظيمها ولديها لائحة ادارية مستقلة ومعتمدة الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها بتعديل لوائحها الادارية ليكون عدد ايام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الاضحى بحد ادنى اربعة ايام عمل وبحد اقصى خمسة ايام عمل ثاني عشر تعديل المادتين الثانية والسبعين والثانية بعد المئة من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك على النحو الوارد في القرار ثالث عشر الموافقة على الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رابع عشر اعتماد الحسابات الختمية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمؤسسة العامة للريأ لأعوام مالية سابقة خامس عشر الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر بوزارة الداخلية وذلك على النحو التالي ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة مستشار أمني أول بالمرتبة الخامسة عشر ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد العميري إلى وظيفة وكيل وزارة مساعد بالمرتبة الرابعة عشر ترقية وليد بن فهد بن عبدالله الحمود إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشر ترقية أيمن بن فؤاد بن حسين مداح إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر بإمارة منطقة مكة المكرمة كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والهيئة السعودية للمواصفات والمقيس والجودة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ودارة الملك عبد العزيز وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات